كات مالطا ولاس فيجا انا بس عادي اقول لك ابراهيم المينيسي انت بتقول لي احسن صفقة هو انك تخ يجمعك ما هي ليه علاقة بمالطا ان يجمعك العمل بزميل زي ابراهيم المينيسي المهم احنا مع بداية القناة يعني مالطا مش لاس فيجاس فيها حاجة كنا اقول لك انا حكيها لك دي اللذيذة اول احكي القناة اول ما اتعملت انا كنت بقدم برنامج برنامج لوحدك الاهل اليوم الاهل اليوم كنا بنتناوب ثلاثة عليه منهم كابتن سالم حفيز وانا وحد تاني وكان هو بيتناوب مع الستاذ محمد الليسي الاهل ميديا فجئنا ان القناة بعد شوية عملونا اجتماع حنخلي واحد بس يقدم الاهل اليوم واحد بس يقدم الاهل اليوم لو الاهل في الصحافة دي اه فقال لي لا اسمه كده البرنامج اه اه من افاك طيب ها هاتهم الاخر طبعا هم قاعدوا معي الوحدي وقاعدوا مع ابراهيم لوحده اه اه خافوا ما توفقش لا ما كانش فيه ان يقعد هو بيعمل برنامج انا برنامج اه اه العلاقة لسه اه ده ايام الشيخ صالح كاملة ايام اه طبعا ايام اه الشيخ صالح بس كان المسؤول وقتها مصطفى جوما وقك فقالو قالو اللي حيقدم الاهل اليوم سيد عبد الحفيظ واللي حيقدم الاهل ميديا محمد النيسي يبقى عادل قيعي ورم نيسي قاوت انا بصيت كده قلت لهم بس كده قالو لا شوف انتوا ايه البرامج اللي انتوا عايشين تعملوها وقدمونا مقتراحاتكم وقدمونا وقدمونا وقدم قولنا. ده بأدب كده بالراحة يعني. ايه يعني هو بيحطك في حتة انك ايه يعني عايش يشتغل وريني نفسك بقى. اه. انا بيني وبينك بكرت. كنا ما بنروح اليابان. انا انا ما بنامشي بطبع يعني بدري. فكنت اي واحد صهران من الادارة. يفتح الباب يجي لقيني قاعد. فكان يبريم المناسي يجي انا ساعات حسام البدري ساعات. اه. كابت الناجي ساعات اي حد موجود. فكنا اتكلم انا ابراهيم المناسي عايزين برنامج يا جماعة يتصدى للشائعات ويقول الحقائق لنا دي الان. يلم كل الشائعات. نعم. ويقول الحقائق. فقلتلهم طب انا عندي برنامج هعمله انا ابراهيم محبط. دار في زينك. اه. قالوا قلتلهم فكرة البرنامج. قالوا الابراهيم مش موافق اي سي باهل الميديا. قلتلهم سبهولي. فرحة وسام الرشيدي داحك كده. قال لي اه يعني اه ملك وكتاب يعني. بيهذر يعني. قلتلهم ملك وكتاب. ياه. طب بصيلي كده. طب مين الملك? قلتلهم مفيش ملك. الملك هو الاهلي. والكتابة كل ما يكتب عنه. على طول قط الفكرة. اه طبعا. معي تقع بيني وبين ابراهيم قبل ما نبتدي. مفعش. طيب. فروحت مكلم ابراهيم. اه. فقال لي ايه. كان معاك في اليابان هو. لا انا كلمته بعد كده. اه. هو كان بصمران معاي. اه. فقلتل لابراهيم ما انا فكرت في كذا وكذا. قالوا للك مش هتوافق وانا عايزك توفق. قال لي عادي دول عاديين ننفونا في ملطة. قلتلهم ما احنا بقى نعملها لاس فيجس. اه. ما هو ما اللي احنا. بالزبط. اه. حولتها يعني. فهو بقى يقول لي ارادوها ملطة. فجعلناها لاس فيجس. طب انت كنت هتقول ايه للمهانس ابراهيم. الاستاذ ابراهيم. اه. هتقول له ايه. لا لا عايز اقوله وانعمل رفيق. ويعني انا لو اخترت تاني وتالت وعاشر. لانك انت تختاري الانسان اللي تعرف تختلف معا مش تعرف تتفق معا. نعم. لان الانسان ما بيبانشي الجوال حقيقي. اللي بيمشي كلامه النادي الاهلي عليه. هو بقولك في اله. انت بتقول لي عايشين حلب تضفروا المواضيع مع بعض. اه. احنا في الفصل بنغير حاجات. بقول له السكة دي ابراهيم. هو بقى عايش معايا دور الصحة في. عايز يعرف اخبار باستمرار. وانا في حاجات بقى ايه. بقول دي ما تنفعش التال دلوقتي اجل. ما ده من نجاح البرنامج انك بتعرف تصير الحدث نفسه ايه. بتعرف. ايه. وتشوف المشاهد كمان عايز ايه. لا هو استاذ كلمة. انا انا معاك انا معاك. وفي نفس الوقت. في نفس الوقت. بعض الناس. يعني لو اسفل ده مش عالس يجواب عليه ما تجوابش علي. ايه. بعض الناس بتتهمك بالقسوة اوي انت وابراهيم في الرد بتاعكو. وبعض التاني يقول لك ايه. ازو ما دول اللي بيعملوا فتنة على الساحة الرياضية. ما هو في. اه. في سياسة. انك لما تعمل غلطة هدفع اللي قدامك. اه. احنا ده احنا قعدنا. بوس يا ساز يا كابتنى مصطفى. من قبل ما يظهر منابر متعددة. اه. غير القناة الاهلي. قعدنا تمن سنين ما جيبناش سيرة نادي منافس. ما جيبناش كله بنتكلم على الاه. اه. وكان مهمتنا سهلة ليه. لان الاهلي عنده تاريخه عنده محاضر مجلس. عنده الاحداث الكتيرة عنده. ويبصل قدام عنده نمازجه. عنده رموزه. بصص في ورقته. بصص في ورقته. والورقة مليانة. ايوة. غيرك ان ما تكلمش عليك هيطلع يقولين. ما هي دي المشكلة. فانت بيطلع يقول كلام. يا سازة. يا كابتنى مصطفى ده عايزين يفهمونا ان الولد اللي طلع ده قابلنا متراجج متراجج ده بعلم الزمالك وبيستفز لعدة الاهلي. ان ده الاهلي اللي زقه. يعني شوف بقى على اعتبار انكم عارفين ان الاهلي هيكسب. فحيطلعوا يحفلوا عليه وعملوا قفية. يعني هل ده كلام. هنا المكابرة. المكابرة. فانت احيانا بترد على كلام ما يتسكتش عليه لان ده تاريخ بقى. لو عديته او قيم. لو عديته وصورة ذهنية ثبتت. في الناس بحت ممكن تأكد علي الناس. فاحنا لازم نتصدى. بس بنتصدى بموضوعية ما ازنش ان احنا بناخدش مشاعر اي حد. طيب. ما انا بقولك انا عندي حاجات يعني بصراح حاجات كتيرة قوي. فتما خلصتش عملت فنط في الكوتشين اللي الله شهد انا لسه اكل ده لسه. فانت ورأتين اللي فاتوا دول.